اشتركوا في القناة والجروبات اللي يقولك مليار واحد اهلاوي وستموت الف اهلاوي ويحط كل الصور المسيئة للنادي الاهلي ويحط كل التعليقات المسيئة للنادي الاهلي وفي النص يدي لك خبرك انه يدفع الاهلي ويدي لك حاجة كده طعم عشان تبلعه وبعد كده يكمل هو بسكته بس اعتقد جمهور الاهلي الكبير الوعي عنده قدرة كبيرة على فرز مثل هذه الالعيب وهذه الانتساسات جمهور الحقيقي هنطلع نشوف كلام مهم بي بعض متلسانه مجرد بداية لا تهوين ولا تهويل هذه كانت بداية البرتغالي ريكاردو سوارش المدير الفني للنادي الاهلي في ظرف طبعا كلكم تابعين وكلكم شفتوه وكانت مباراة بيتروجيت أولى مبارياته بعد المباراة تحدث في المؤتمر الصحفي نشوفه عشان نشوف حنتعامل ازاي طيب على ما يجهز الفيديو استوقفني قبل ما نقول ريكاردو سوارش تويتا قالها بيتسو موسيماني قالك أنا واثق من نجاح المدرب البرتغالي مع الاهلي لأنه حيلاقي نظام متكامل وقال أنه يبدو أنه حد قال أنه اضطرد فقالك يا جماعة أنا لا أهل ما اضطردنيش أنا عندي كل الاحترام والتقدير والحب مع كابتن الخطيب ومجلس الإدارة أنا مشيت لأن أنا الظروف الصحية حبت أن أنا أو دفعتني أن أنا أستريح شوية في بلدي لكن أنا متابع الاهلي وبحبه وبقدره وبقدر جمهوره الكبير ده كان بيتسو موسيماني وتفائله لريكاردو سوارش